سهلا خير الجواعة رب تبقوا بخير والتانية تبقى تماما عندنا كلنا والشغل كمان يكون كويس. النهاردة بنفروض هنتكلم عن القوص بتاع الكيوردز. لاحظت في الصورة الاخيرة كده لما كزا هتجريمني عن موضوع الكيوردز ان هي بتتاخد بشكل سريع. لو احنا هنخش على الكيوردز نجيب الكلمات الكلمات الريليتد بالاندوستري نفسها او المجال اللي احنا شغلين عليه ونحط الكلام ده جوه الويبسايد والارتكالز والكلام دوله. طبعا ده يعني الناس مش بتكون متخصصة 100% او الناس بتكون لسه بتستارت في الاسي او انما اكيد لو حد هو بقاله سنين هيكون فاهم الكامل اللي ايه اللي هنقول دلوقتي. الاسي او هو مش مجرد ان احنا بنجيب كلمات ونحطها اه ككيوردز او تحديدا في جزء الكيوردز مش مجرد ان احنا بنجيب كلمات ونحطها ونشتغل عليها. اه الموضوع اه مختلف عن ان احنا بن 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 تق لمات او نشتغل على مجموع التقلمات الموضوع. بليه علوك بتاع بتاعتل جوزر نفسه تمام اذا اخذ الكلام دا او هنتكلم فيه براقة اه بالتفصيل يعني بس نفهم الموضوع بشكل كامل ركي distance فيه اه براحتنا ونشوف ايه التفاصيل بتاعته. طيب اه خلينا كده مبدئيا نشوف اه في حاجات بتتعمل قبل ما نستارت في كيوردس. لما نستارت اصلا في كيوردس المفروض ان احنا في حاجات اساسية بمبدئة نعملها. الحاجات الاساسية دي مبدئيا كده اولا لازم تكون انت فاهم بتاعت ايه اليوزر. خلينا كده يعني كعادتنا ما نخشش في مصطلحات ناخد مطالب شكل بسيط. انا هنا اقصد ايه? انا هنا اقصد طبيعة الناس اللي بتعمل سيرج. انا لما باج ادخل اعمل سيرج على اي حاجة لازم ان يكون بيكون ليا طبيعة بيكون ليا اه فكرة معينة ببتدي اعملها. فكرة ايه? معينة ببتدي اعملها. يعني ايه فكرة معينة ببتدي اعملها انا ليا هدف معين وانا داخل. اه ليا نية معينة اه والنية دي اعبر بيها بمجموعة ايه كلمات. مجموعة ايه? اه مجموعة كلمات. طب مجموعة الكلمات دي اه المفروض بتكون عاملة لزاي بتبقى على حسب النية بتاعتي. تعال كده ناخد مثال. انا دلوقتي اه محتاج ان انا اشتري شوز. تمام? الشوز اللي انا مشتريه اللي انا عايز اشتري دي. هل انا نيتي. اللي انا عايز ادخل اشتري. ولا عايز ادخل اشوف الأصعار عاملة ازاي? اه ولا عايز ادخل اشوف اه الناس اللي بيبيعها? واللي عايز ادخل اشوف. اه مثلا المركات اللي موجودة ايه النية بتاعتي? انا نية temi في نية الباحث على كده ناخدها بشكل اكتر او كل ما تفهم نية الباحث نفسه كل ما كان الموضوع بالنسبة لك اسهل بكتير كل ما كان ايه توصل بشكل كبير جدا لجوجل انت انت دلوقتي خلاص انت هنا الويب سايت بتاعك على كده ناخد هنا ايه ده ايه الويب سايت تمام طيب كل ما تفهم نية الباحث بتاعتك تمام كل ما قدرت ان انت تفهم طبيعة اليوزل وتحط الكلمات المناسبة بشكل تمام فهينا بنتكلم ان انت لازمة تفهم نية ايه الباحث قبل ما تعمل اصلا الكون طيب ازاي افهم نية الباحث نفسه او الشخص اللي هيعمل براير الجدا افهم النية بتاعته ازاي انا مش هدخل هو فهم نيته ايه لأ انا محتاج افهم طبيعة البحث تبقى عاملة لزاي او المفروض ان انا اعمل ايه بالزبط طيب هنخش في التباصيل دي لكن خلانك انا اخد جزء تاني نتكلم فيه اللي هو ايه القائمة تمام قائمة ايه الايه الكلمات تمام قائمة الكلمات هنا بنتكلم في حاجة اا اا محددة جدا وهي الكلمات اللي انت هتجمعها علشان تشتغل عليها الكلمات اللي انت هتجمعها علشان تشتغل عليها الكلمات اللي انت هتجمعها علشان تشتغل عليها مش مجموعة كلمات وبشتغل عليها وبس خلاص احنا هجمعنا مجموعة كلمات فهنشتغل عليها موضوع مش كده موضوع ان انت بتجمع قائمة اا كلمات والكلمات دي بتقسمها مجموعات تمام عندك مجموعة كلمات اولية مجموعة تانية مجموعة تالتة مجموعة على اساس ايه على اساس نية البحث والله في مجموعة تلاس بتدور بالكلمات هي بتدور على برندات هي بتدور على برندات فدي قائمة كلمات إيه البرندات قائمة البحث بالبرندات في ناس تانية بتدور مثلا في مجموعة تانية بسؤال الناس دي محتاجة تاخد إحنا كده كده فاهمين بشكل أساسي إن العميل لازم بيروح بمر بمراحل أساسية أول حاجة لازم ياخد عنده فكرة عنه الموضوع لازم يكون عنده فكرة يعني هو عنده وعي عن الموضوع تانية حاجة الفهم والإيم وزي ما بنقول عليه المشعارف يعني عملها يكون عنده يدخل في معيك ويتفاعل معي خلينا هنا أقول الفهم والتفاعل كما هو يبقى فاهم ويتفاعل معيك المرحلة الثالثة مرحلة الكونفرجن اللي هو ايه الشراء هو يروح عندك عشان يشتري فالعميل لازم بقسم له مجموعة الكلمات بلعلى عن العميل ده أصلا هو العميل ده بيدور على برندات ولا بيدور على مثلا عايز يشتري فبيشوف أصعار ولا هو بيدور على خير ما معينة مش لقيها فمحتاج يفهمها ولا هو مثلا عميل عايز يشتري مكتب فهو مش فاهم موضوع المكاتب فهبتدي أشوف أنواع المكاتب طيب لما هشوف أنواع المكاتب بعد ما هشوف أنواع المكاتب بإيه لا يصد المفروض أشوف البرندات اللي موجودة أو العلامات التجارات اللي بتتريد بعد كده أشوف إيه أاخد قرار بعد مكورنا واشتري فهنا احنا بنعمل مجموعة الكيوردس نفسها تمام لها علاقة الكيوردس نفسها لها علاقة بإيه الكيوردس نفسها لها علاقة بنية البحث نفسه والمرحلة اللي هو فيها تمام يعني هو المرحلة اللي هو فيها هتكون عاملة إزاي لازم أن تكون فاهم إيه المرحلة اللي هو إيه الموجود فيها طيب لما أنا افهم المرحلة بتاعته والمفروض ان انا افهم نية البحث بتاعته عاملة زي والمفروض ان انا كمان اشوف الوعي بتاعه واقسم مجموعة الكلمات بتاعته ايه تاني يعني شيء اساسي ومهم في ان انا فهمه المهم تاني ان انت تفهمه العرس ان يرقم اللي انت المفروض تفهمه الجزء بتاع اللي ايه? ككلمات وايه? والكلمات الطويلة والكلمات الصغيرة. على كده نشوف مسلا اه انا دلوقتي بدور على اه مسلا عربية. اوكي? طب انا وانا بدور على العربية. العربية اللي انا بدور عليه دي. تمام? انا بدور على عربية. على كده نشوف سيارات. تمام? تمام انا هعمل سيرش بايه? سيارة او عربيات. طيب. عربيات. تمام? عربيات دي هتشمل عربيات جديدة عربيات قديمة عربيات مستعملة عربيات مورتسيكس عربيات فجونة عربيات فقفل الشيخ عربيات آآ آآ تصدير عربيات معارض هتشمل حياة كتير جدا جدا طيب ده بيتقال عليه ايه شورت ده بيتقال عليه شورت كلمة صغيرة جدا تمام طيب تعالها مسلا نقول ايه عربيات مسلا عربيات مارسيديس مسلا تمام فان هنا نازلت في الشورت عربيات مورسيديس بقى انت شوف بقى عربيات مورسيديس ايه برضو مستعملة ولا عربيات جديدة ولا فئة معينة ولا قطع غير ليها دخلت في دوام كبير طب تعالى مسلا نقول ايه عربيات مورسيديس مسلا الفين وعشرين مسلا تمام خلاص انا كده بدأت تدخل مرحلة اللونج بدأت تدخل ايه مرحلة ايه اللونج يعني دلوقتي بدأت تدخل ايه مرحلة الكلمات الكبيرة طب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده الفرق ما بين ده وما بين ده ايه تعالي كده نشوف لو انا هشتغل على كلمات اللي هيحصل ولو انا هشتغل على كلمات المفروض ايه يحصل تعالي كده لو انت بتشتغل على تعالي كده نقول مسلا ده لونج. تمام? وهنقول ان دي كلمات اي شورت? تمام? طب اللونج هنا بيديني ايه? بيديني ان انا بكون محدد جدا. وبوصل للعميل الجايد جدا. محدد جدا. تمام? فبوصل للعميل الجايد جدا. حلو? تمام? فخلاص انا عارف ان العميل ده جاي عايز ايه بالزبط? مش المفروض ان انا بقى اقعد اصيرش وراه واقعد ايه? افهم التفاصيل بتاعته والكلام ده. تمام? طيب. اه يعني ايه تاني مثلا او الفرق ما بين في الشورت ايه تاني اللي ممكن يكون بيفرق معي او في الكلمات الشورت بيفرق معي. انا مش عايز اكمل اوي في الحال تادي لما تيجي ساعتها او ولما نخش فيها اوي هي الكلام. ده بس انا محتاجك تفهم الفرق ما بين اللونج وما بين ايه في الشورت هنا انت المنافسة واسعة جدا. كام حد بيدور على عربيات? عربيات دي هتلاقي ميليار حد بيدور على عربيات. مهم? فده الفرق ما بين الشورت وما بين اللونج. تمام? طيب. تعال كده انا عايز بس ايه ارقبهم لك علشان انت بقى انت اا الدنيا معاك اا مفهومة. تمام? اا تعال هنا نقول او احنا هنا قلنا الايه? الشورت واللونج. تمام? طيب تعال كده نشوف ايه الجزء الرابع يعني احنا نخلنا بقى ايه تاني اا 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 ممكن نستخدمه اا اا في الكلمات او الروكل الرابع في الكلمات. تمام? المنافسين. كلمات البحث بتاعت المنافسين. كلمات بحس المنفسين هنا انت بتتكلم فان انت آآ عندك مجموعة كلمات انت بتستخدمها تمام ومجموعة الكلمات اللي انت بتستخدمها دي المفروض ان هي اساسية تمام المفروض ان هي اساسية كانت كشركة طيب انا لما يجي لحد جديد لسه داخل السوق هيبقى من نسبة لي منافس فانا هابقى واخد شريحة معينة من الكلمات بلعب عليها طيب هلا انا المفروض في سوق السيارات مثلا لوصول العربيات المفروض ان انا اشتغل على كل حاجة لها علاقة بالعربيات كل حاجة كل الكلمات وازهر في كل حاجة ده من الصح انت المفروض بتظهر في الكلمات اللي انت بتحددها انا ممكن لو حد عمل سيرج على عربيات مرسيديس ازهر واخد ريت عالي جدا طب لو حد عمل سيرج عن عربيات فيت مسلا او عربيات او او عربيات تانية لأ انا مزهرش طب هل ده صح ولا ده غلط ولا مفروض ان انا ازهر مع كل الناس ده غلط تمام مش لازم ان اي حد يعمل سيرج على اي حاجة تخص العربيات يبقى انا ازهر فيها لأ خارج انت بتدور على عميل معين بتدور على حد معين انت بتستهدفه زي بالزبط كده الاعلانات في الاعلانات انت مش ممكن تستهدف كل الناس اللي هي بتدور عليك لأ انت بتستهدف ناس بتدور على حاجة معينة هي ناس الفكرة انت في بتدرجة كلمات معينة عشان توصل ايه الناس معينة دول الاربع اساسيات الاربع اساسيات بتوع ايه بتوع الكيورد في الاسيو انت عندك لازم انتبه في حملية اللي بيعمل سيرج عاملة زي القائمة الكلمات تكون مقسمها بشكل مزبوط كمان معينة وتكون فاهم الفرق ما بين الكلمات كالونج وكالشورد وكمان تبقى فاهم ايه الكلمات بحسن المنافسين بيشتهدوا على ايه بالزلط تمام؟ طيب ابل اتبقى طيب اخش بقى في الشورد المفهوم ده في حد من الناس اللي معانا عنده وعنده فيها سؤال يعني مفهوم ده اسقال في الاخر بس ايه انا ما يهمني الجزء بتاع المفهوم ده قبل ما نخش عشان اللي مش هيبقى واخد باله من الحد تاريه يبقى عنده قدام مشاكل فما فيش تقريبا حد عنده سؤال خلينا نشوف اه لا تمام طيب بقى الا انا من عدو فاهم الجزء ده تمام طيب خلينا كده نشوف اه الجزء اللي بعد كده ناخد بقى ايه كل حاجة منهم بشكل تفصيلي كده لديني هتكون فيها مش هالزاي في حد بيس كلمات بحس الموصل بوصل ليه كلمات بحس المنافسين بوصل لها بالزبط ازاي كده كده هنخش اه هنخش بالتفاصيل وهنشوف بنوصل لكلمات بحس المنافسين ازاي بالتفصيل وإحنا شغالين كمان بس يعني الفكرة في المفهوم نفسه احنا فاهمين احنا محتاجين نوصل لكلمات بحس المنافسين تمامت طيب خلينا كده بقى انا اخدهم ايه جزء جزء كده ونفهم طبيعة كل جزء اللي عاملها ازاي من ايه الاربع اجزاء ده المهم ان انت لما هتيجي تشتهل لازمة تكون مركز على الاربع اجزاء دول وتبديد تشتهل على ايه الاربع اجزاء دول طيب تعالى بقى كده نشوف تعالى كده بقى نشوف المفروض لما انا بايجي اشتغل على الاسي او نية الباحث دي افهمها لزي اعملها ازاي واقسمها ازاي تعالى كده نعمل دول ونشرح الفكرة دي بشكل عام كده عاملها لزاي ازاي ان انا هبتدى اشتغل عليه طيب تعالى هنا نشوف الانتنتيتي دي تعالى كده ناخد الانتنتيتي دي ونشوف كده الانتنتيتي دي معناها ايه يعني ايه انتنتيتي او الانسرش كيوردس بتبقى عاملها زاي اول حاجة لزما تنفهم الكونسبت بتاع البحث يعني ايه كونسبت البحث يعني مثلا الناس دي اللي بتعمل سيرش هل انا بستهدف اني ناس بالزبط تحديدا هل انا هنا بستهدف الكونسبت دي الكلمات اللي ليها ارتباط دايريكت ولا الكلمات اللي ليها مفهوم يعني ايه كلام ده يعني تعالى كده نكمل على نفس المسال بتاع السيارات تمام هلان كده اقول لك بس في الاول ان احنا ايه بنتكلم في ايه في انهي جزء بالزبط عشان تبقى انت او احط لك العنوين عشان تبقى فيهم اول حاجة هنا الكونسبت نفسه تمام الكونسبت الفكر نفسه الراجل اللي بعمل سيرش ده فكرته رايحة فين يعني يعني هو الفكر بتاعه بيقول ايه طب هو هنا الكونسبت بتاعه بيقول ان هو في السيارات لكن هو بيدور تمام على بيدور على ايه اه 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 حل مسلا لي اه سؤال اه اللي لمعلومة تمام هو هو محتاج يوصل لمعلومة هنا هو بيسأل على السيارات اللي ايه الكونسبت او ايه الحاجة ايه الحاجة السؤال هنا ايه الحاجة اللي هتخليني ادخل اعمل سيرش على العربيات ايه الحاجة اللي هتخليني اعمل سيرش على العربيات والله الناس هنا بتدور على قطع غيار طيب ايه تاني ممكن والله هنا السيارات مسلا ميكانيكي مسلا تمام ميكانيكي انا بدور على ميكانيكي انا بدور في السيارات عشان عايز ميكانيكي تمام طب ايه الكونسبت تاني اللي ممكن ان هو يكون بيدور عليه والله شراء. تمام? فهنا لازم انا كن فاهم الكونسبت نفسه بيقولي الراجل ده اللي بيدور ده الكونسبت بتاعه رايح فين? انا لازم انا حدد الكونسبت بتاعي اللي بدور فيه. هل انا بدور على الناس اللي عندها كونسبت بتدور بي على قطع خيار? انا ببيع قطع خيار بس? ولا الكونسبت ان انا بدور على الناس اللي بدور على ميكانية? ولا الكونسبت ان انا بدور على الناس بيدوروا على حل او معلومات ان هما اللي صقفوا نصهم في مجال العربيات. ولا مسلا بدور على اه 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 توكيلات. الكونسبت هنا بيتكلم في ايه? انا ايه او انا شغال في العربيات حيو جدا. بس دي كاملة. فلازم ان نشوف الكونسبت اللي جواه الاندستري اللي هنشتغل عليها. مش هشتغل على كل حاجة اللي بي علاقة ايه? من السيلة. تمام? طيب ايه تاني ممكن اه 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 العميل يدور في اسماء البراندات تمام? البرانس تمام? انا دلوقتي Crew عميل انا ممكن ادور او كيوزر ممكن ادور على اسماء برندات تمام ايه اللي الناس بتربطه بالبرندات مسلا في ناس بتدور بسيارات مارسيتس تمام في ناس بتدور تمام في ناس بتدور مسلا بسيارات آآ بي ام ام في ناس مسلا بتدور بسيارات تمام ام ام مثلا سياء مسلا تمام ايه البرندات اللي واكلة الساحة في الايريه اللي انا بدور عليها تمام خلاص فانا هنا بقسم منية الباحث هو بدور على برندات واللي عنده كونسبت معين هو بدور عليه في الاندوستر دي ولا هو المفروض ان هو عنده اسئلة واحتياجات. تمام? اسئلة واحتياجات هنا يعني ايه? يعني هو محتاج حاجة معينة في ندور عليها آآ وبيسأل عليها. مثلا. انا قد دلوقتي بندور على سيارات. تمام? او 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 احنا هنا مفهوم في سيارات آآ للاجار. تمام? طيب. السيارات للاجار دي بقى. لو انا بدور على سيارات الاجار. ايه? امتى? اكتر وقت. اكتر وقت. بيسألوا فيه كوقت على سيارات الاجار. والله قبل الاعياد. قبل الاعياد الريد بتاعة سيرش عن عن السيارات كبير جدا. تمام? فهنا انا عندي في اسئلة بتيجي عن السيارات للاجار. والاسئلة دي بتيجي قبل العيد. بشكل بي. لان الناس بتبقى محتاجة تأجر سيارات وقبل المصايف والكلام ده كله. ففي معينة. طب. ده بامتى بيسأل? طب بيسأل ازاي? يعني كيفية السؤال نفسه. ايه هو دلوقتي هو بيسأل. بيسأل ازاي? ايه الطريقة اللي بيسأل بيها? تمام? اا 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 او مسلا هو اا بيدور على اا طريقة معينة يبتدي يعرف بيها احتياج معين او السؤال بتاعه يكون ماشي ازاي. مسلا منين? اشتري سيارات. تمام? فهنا عنده احتياج. محتاج اشتري سيارة. طب انا بعد ما بطلع الكونسبت ببتيتي اشوف الاسئلة او الاشتياجات اللي تابع على الكونسبت. والله اذا واحد بيدور على ايه? على قطع ايار. فهنا هيسأل ازاي وامتى? هيسأل ازاي وامتى? عندي مسلا حد بيدور على ميكانيكي. هيسأل ازاي وامتى? وطريقة السؤال بتاعتها طيب عاملة زي. حد بدور على سيارات توكيلات. امتى هيسأل على التوكيل بتاع السيارة وامتى? وازاي هيسأل عليه? ايه ايه السؤال اللي هيسأله? هيكتب ازاي? طب ايه تاني في الكونسبت? انت لما هتقسم لما هتقسم الانتانتي دي دي هتفرق معاك بشكل كبير جبا في الكونسبت قدام. وهتفرق معاك تاني كتير جبا جبا جبا. طبا? في 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 استخراج الكيوردس نفسها. وانت بتستخدق الكيوردس نفسها هتفرق معاك بشكل كبير. طيب ايه تاني? اه 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 ممكن يكون او طريقة او البحث. والله هو ممكن يعمل مسلا بيه? علشان هو محتاج تمام هو محتاج يوصل او مسلا اه اه محتاج يوصل معينة تمام? اه هو هنا بيدور لو انا بيدور على مكان ركن العربيات. تمام? فهنا لا بيدور على راكيش. تمام? الجراش. تمام? للسيارات. هو بيدور على مكان يركن في العربية. فالريدي لما يدور على مكان هيخش بتاع على جوجل مايب. فهنا الكونسبت تماما اختلف. فهو بيدور على الجراش. انت بقى محتاج في الاندستري الكميجي لدي كلها ترنكي ايه بالزبط? يعني الناس توصلك عن طريق ايه بالزبط? الناس بيدور على اي حاجة فدوك. وانت بتقدم اي حاجة فدوك. ولما بيدوروا في عشان يوصلوا الحاجة دي بيدوروا بعين براند. واما بيدوروا بعين برواند. المفروض ان هو ايه الاسئلة? وامتا بيسألوها؟ ولما امتا بيسألوها ايه اللوكيشنز والاماكن اللي بيقلوها وله بيقلبها تردد كبير على اللوكيشن اللي انت بترجده. على اللي انت بترجده. هنا بعد ما بتعمل دي بتفهم بشكل جبير جدا 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 عقلية الشخص اللي انت ما احتاج توصله واللي هو ما احتاج يوصلك عشان تقدروا تتلاقوا في ووب سايت معاه. عشان تقدروا ايه تتلاقوا في ووب سايت معاه. طيب. هنا هل آآ 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 يا توني بطلت شابط على. يا توني ايه مسح اللي بتعمل ده. توني اللي عمالي شابط على على البورد. آآ فهنا المفروض ان انا بدور على ايه بالذات. بدور والله على آآ آآ عميل بيدور على انا معايا ببروجيكت بتاع مسلا آآ بروجيكت بتاع آآ 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 معرض سيارات. فمعرض سيارات ده المفروض انه بيبيع آآ بيبيع مركات بيم دابل مسلا و بيم. ولما بيبيع بيم آآ في في اللوكيشن معايا في الزمالك مسلا والناس اللي بتدور بتدور بطريقة معينة. خلاص هتفهم الجصة بتاعتها ماشي ازاي. تمام? آآ هتفهم الطريقة بتاعتك آآ اللي بفكر فيها هتبقى عاملة ازاي. تمام? آآ لازم آآ 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 افهم الجزء ده. طيب تعالوا كده ناخد بيت حتة كده صغيرة في الجزء ده. او سؤال كده دايما بيتسيل. ونخش بعد كده ايه نفتح الاسئلة ونشوف كده الناس عنديا اسئلة في الحتة دي ولا لأ عشان ايه نخش الجزء اللي بعدين. انا دلوقتي اجيب المعلومات دي من ايه? يعني انا دلوقتي المعلومات دي آآ آآ المعلومات دي اجيبه من ايه? يعني انا عشان افهم المعلومات دي انا محتاج اول حاجة اشوف نفسها تمام الايه تمام كيوردز تمام المجال نفسه الصناعة نفسها بتعمل ده تمام اه فيه ناس بيبقى عندها على فكرة اه يعني عندها عندها مشكلة في المصطلحات او الكلام الانجليش اللي عنده مشكلة في المصطلح او الكلام الانجليش يبعث لي على الشات او يفتح الميكروفون ويسأل او لما نفتح الاسئلة او يبعث في الشات ايه اللي عنده مشكلة في المصطلح او مش فاهمه انا ممكن اوضحه عليه جدا تمام انا بحاولة بسط الامور والله اه فممكن يكون حد عنده اه اه معلومات اه محتاج يجيب معلومات فبيجيبها بالاندستري نفسها انا مجال عربيات فمجال عربيات التقسيمة بتاعته ايه والله التقسيمة بتاعته ميكانيكية قطاع غيار اه وتوكيلات اه جراشات وابتدي اقسم ده ممكن كمان اجيبها من نفسه او الشخص اللي انا هعمل له ہے او هعمل له التفاصيل دي اجيب منه التفاصيل دي تمام طيب اه تاني ممكن اجيب منه البيت ايد تمام البيت ايد اللي هو ايه احنا دلوقتي لو عاملين website تمام احنا احنا عاملين website الwebsite ده بيبتدي ان هو يعملها لنت على جوجل فلما بيعمل اعلانات على جوجل جوجل بتقول لي والله الكلمة اللي انت حاطتها في الاعلان وجابت لك ناس كتير وكويسة هي الكلمة دي. فابتدأ انا اخدها اشتغلها اسيو. تمام? تعالوا كده مسلا نشوف هنا مسلا جاراش مسلا او تعالى مسلا نقول آآ كطاع غيار سيارات مسلا. تمام? كطاع غيار مسلا. سيارات. تمام? طب كطاع غيار سيارات. اعلى كده مسلا نشوف نشوف مسلا لو ليها اعلان. تمام? بصي مسلا كده. ده اعلان. تمام? موقع كده غيار السيارات. طيب خلص هو هنا آآ بيترجد كلمات معينة. تمام? والكلمات دي بتبقى في الغالب في الغالب. في شوف الاعلانات لازمة نربط. فهو اكيد بيستخدم الكلمات دي. تمام? طب هنا بيتكلم اكتشف نتائجة عالية الجودة. آآ موقع صيارات آآ آآ يعني بنبتدي نشوف ايه الكلمات اللي موجودة. سواء اكسترنال او انترنال. انترنال دي لو انا اللي عامل الاعلان. سباخد منه الكلمات بطريقة سهلة. اكسترنال لو انا بشوف ايه? الديسكريبشن. والناس كانت بقيه هنا في ايه? الديسكريبشن. تمام? فبتدي اشوف من الاعلانات. من الاعلانات نفسها. اللي بيعمل اعلان عايز يظهر بشكل كويس. والناس تلاقي اللي هي عايزها عشان تكليك عليه. انا دلوقتي لو بدور على القطعة اللي اللي لقيت هنا. قطعة غير. فهدوس عليه. تمام? طب. لو انا عامل اعلان ومش كاتب ده هنا فانا اوكي مش هدوس عليه. احيانا اصلا كمان اليوزر. ما بيفرقش ما بين ان ده اعلان ولا ده اس او. ما مش هو علاقة بالموضوع ده. مش فاهم اصلا الكلام ده ليه علاقة بايه. وهو ده مش مطالب بيه اصلا. تمام? طيب. ايه تاني ممكن ايه تاني? الحاجات اللي انا ممكن استخدمها او الكلمات التانية اللي انا ممكن استخدمها الـ site اصلا research المواقع. تمام? اه من العينيات بشوف ايه المواقع اللي بتستخدم الكلمات. المواقع انا فساها بتستخدم كلمات ايه? لو انا ليا في مواقع معينة بتتكلم عن اه قطع القيار فانا هشوف المواقع دي بتكتب ايه? بتقول ايه الكلمات اللي بيستخدموها. تمام? فهنا هنقول مسلا اه انترنت مسلا اه ويب سايت. تمام? لو انا في اي ويب سايت ببتدي اجيب من عليا الكلمات. زي مسلا الوكيبيديا اه زي اي مواقع بتستخدم الكلمات دي بتبتدي اشوف ايه الكلمات اللي بيستخدوموه. طب ايه تاني ممكن انا استخدمو الكمباتاتور. الكمباتاتور بتقولين منه? تمام? لو انا اه اه اة عندي اه اة مجموع من المنافسين تمام? اه اه المفروض ان انا ببتدي اشتغل عليهم تمام? ببتدي ايه? اشتغل عليهم. المفروض ان انا اشوف الناس دي اصلا بتتكلم عن ايه بالزبط يعني يعني الناس دي ايه الكلمات اللي حطنا عندهم وبيشتغلوا عليها. تمام? وهنشوف دلوقتي طبعا طبيعة ايه الكيب الكمباتتور دي اجيب الايه التفاصيل بتتعطيهم زيه. بس دي المعلومات اللي انت ممكن تجيب منها. وافضلهم بالتلتيت زي ما انت شايف كده. افضل حاجة تشوف من الاندوستن المساعة والراجل اللي ايه اللي بيتكلم. حاجة تانية ده ممكن كمان تشوف ايه الكلاينت نفسهم. لو انا دلوقتي اه والدي مع عربية. ومفروض ان هو لو هو بيعمل سيرش او صاحبي عنده عربية. وعايز يشوف قطع بيعمل ايه بيكتب ايه. ابتدي اسأل كده واشوف الناس بتكتب ايه وابتدي اه 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 ارانج كام اه كلمة واشوف ايه الكلمات دي بتقدر تجيب معي ايه وميزانها ايه. والناس كمان ممكن من خلال الانترنت نفسه اشوف الناس بتسيرش في قطع غير السيارات الزي. يعني ايه طبيعة بتاعت ايه اه قطع غير السيارات. تمام? النوع دي يعني يعني كده كده اه هنشوف الكفاصيل اه بتاعتها بالزبط. طيب تعال كده. ده البيت ايد والكاستمر والكورنال الكمباتتر وايه والكلاينت. تمام? طيب تعال كده نشوف مسلا اه طبعا كلنا اكتر حاجة اكتر حاجة اه بنستخدمها الجزء بتاع اه جوجل كيورد. تمام? فخلينا ايه نشتغل على جوجل كيورد ونشوف ايه اه الكلمات ايه بتاعته عاملة ازاي. كلمات هيطلع علينا ايه بالزبط في الكلمات بتاعته. نشوف هيقدر يخدنا ازاي. طيب تعال كده نشوف جوجل كيورد بلانر ونشوف التفاصيل ايه. قبل ما نخش عن جوجل كيورد بلانر او عايز او ريك ايه حاجة. فيه تويلز كمان ممكن بتستخدمها تطلع لك الكلمات الناس بتدور على ايه. من غير ما تخش على اه من غير ما تخش على انت تشوف من جوه والكاصص دي كلها. تعالي هنا بس انا. ده اسمه كيورد افريوير تمام? بنستخدمه بشكل كبير واغلابكو اكيد اللي مش عارفه اه يقولي وانا ابعطلت لكو. في الجزء ده اه بيبالك انت المفروض ايه الكلمات ال related ايه الكلمات الناس بتدور عليها تمام ايه الكلمات الكلمات الكبيرة. ويه بيبتدي يجيب لديه. طب انت ما عندكش اصل متوز ولا الكلام ده ومش عندك انا الكلام ده حاليا اعمل ايه? عندك هنا في اخر الصفحة اخر كل صفحة بيكون ايه موجود ايه الناس بتسيرش على ايه تاني. طبعا الناس لما بتيجي تعمل سيرش بتسيرش على ايه تاني. طبعا كده بنا نكمل طريقنا ونشوف ايه جوجل كيوردة هيقلنا ايه? ازاي اشوف كلمات المرافسين? وازاي اشوف ويطلع لي ايه الكرات. تعال كده نشوف كطع بغير السيارات ونشوف ايه? ازاي اجيب كطع السيارات. مثلا ده ويب سايت. تعال كده ناخد اللينك كده. ونشوف. طيب اعمل اوه فتح طيب. طيب باجي هنا اقول له والله الناس اللي سألت بس على 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 كده نشوف مسلا لو انا عايز اشوف كيوردة المنافسين ايه بالظبط? باجي هنا بيقول لي والله ويب سايت. تمام? وابدي له الانك. بعد ما بديله اللينك بيقول لي حاجة بيقول لي والله انت محتاج تستخدم الويب سايت بشكل عام كل حاجة في كل الكلمات بتاعت الويب سايت? ولا محتاج تستخدم ايه آآ آآ الصفحة دي بس. محتاج تطلع الكلمات في الصفحة دي بس طب بتفري معي ايه لو انا عند مختلفة لو ما افترض ان انا بشوف ايه كمورس ازاي مسلا جوم يرسوها معي انا زيك لو انا في قسم ايه السيارات طب انا في قسم السيارات اكيد مش هاخدت الصفحة بتاعت السيارات مش هعمل بقى الويب سايت اوغرول وياخد الملابس معي والاطفال والتسرطة كلها تمام طيب حاجة كمان مهمة هنا ببتدي اقول له والله الانجودش هنا ايه عربي والله انت محتاج الكيوردس العربي ولا ايه وفق انا دولة بيستخدمه قول له والله ويقول لي والله ايه الكلمات اللي هم بيستخدموها الكلمات الويب سايت ده بيستخدمها ايه خمان بيقول لي والله وبستخدم الشراء من اليابان سوق من اليابان تسوق من اليابان بنقع تسوق ياباني تقريبا الويب سايت كله طبع اه عربيات ياباني فهنا انا اللي هميني ايه والزبط هنا النافسين بيستخدموا ايه والله بيستخدم ايه الكل الـ keywords دي. طيب معدل البحث هنا بقى لما نيجي احنا نشوف معدل البحث والله الناس اللي بتعمل سيرش على الكلمة دي من عشرة لمية طب ايه تاني يهميني هنا الـ competition بتاعتها قد ايه يا اما load يا اما medium يا اما high تمام هي دي التلات حاجات اللي ايه اللي هزانها. منافسة قليلة يا اما منافسة كبيرة يا اما ايه اا منافسة اا متقصته. طب نيجي برضو هنيجي لحتة المنافسة دي هل انا المفروض وانا شغال اشتغل على الـ high علشان اوصل اا وانافس الناس. لا. طب هل انا منفروض اشتغل على اللو? برضو لا. طب هل اشتغل على الـ medium برضو لا. الفكرة ان انت على حسب الـ budget بتاعتك في الشغل على الـ website. على حسب الوقت اللي انت عايز تطلع في نتائج. على حسب انت الـ content بتاعك هيكون بتكلم عن ايه. انا ممكن ادخل في اللو واستراتيجيات مختلفة. ابتدى اجمع اكتر من كلمة لو. منافسة عليها قليلة. والمنافسة اللي عليها قليلة. ابتدى انا ارانك فيه اا او اوصل فيه الكلمة دي. وبناءنا عليه. ابتدى ان انا اكون باوصل لعدد معين من الـ audience. باوصل لعدد معين ايه من الـ audience. بس انا الفكرة هنا ان انا محتاج افهم المنافس بتاعي شغال على ايه بالزبط. المنافس بتاعي شغال على كلمة ايه بالزبط. طب تعالي كده مسلا نشوف لو احنا عايزين نفهم بتاعي ايه ايه اه مثلا بتاعي اه 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 نفسه. تعالي كده نشوف والله السيارات اليمنية تمام. طبعا نشيل ده خالص. تمام? واقول لك اه يقول لي اكتر اه حاجة بيحصل على اسش من مية الالف شهرين والكلمة نفسها اسمها السيارات اليابانية اللي هو اصلا الرجل حطيتها ايه في اول الويب سايت طيب اه معدل المنافسة عليها ايه لو? طب دي حاجة كويسة جدا 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 وفرصة بالنسبالي ان انا اشتغل على الكلمة دي ولو انا بشتغل في السيارات اليابانية امسك الكلمة دي وابتدي ان انا رنك بيها بشكل كبير وحسن الويب سايت بتاعي على اساس الكلمة دي وحط الكلمة دي في ايه في الويب سايت بتاعي وابتدي اشتغل على الكلمة دي طب ايه تاني والله لأ ده في انواع السيارات اليابانية المنافسة عليها قليلة كويس جدا اه السيارات اليابانية بالترتيب برضو منافسة قليلةpta حاجة كويسة برضو جدا تمام فانك انا عندي تلات كلمات مهمين جندا 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 معدل البحث عنهم كويس جدا جدا المنافسة عليهم قليلة فانا في هنا من مية لالف شخص بيعملوا بحث عن اليابان السرارات اليمنية لكن المنافسين كلامين جدا عليهم مش كزا حد مش كتير بيتكلموا عن آآ آآ السياطة اليمانية بنفس المنطلق ده او بيستخدموا في هنا انا خلاص عندي اكتر من كلمة ايه اقدر استخدمها واكتر من كلمة اقدر ان انا اعتمد عليها اكتر من كلمة ايه اقدر ان انا ايه اعتمد عليها فلما هاعتمد على الكلمات دي الوضع بالنسبة لي هيكون كواس جدا جدا اقدر ان انا انافز آآ بشكل آآ كويس اقدر ان انا اطلع بشكل كويس. فهنا انا فهمت آآ آآ جمعت مبدئيا الكلمات بتاعتي عاملة ازاي ايه اللي انا اقدر آآ آآ استخدمه في الكلمات ويه اللي انا مقدرش استخدمه وايه الحاجات اللي انا ممكن ايه اقدر ايه اشتغل عليها. تمام? فدي هتبقى بالنسبة لي ايه حاجة آآ كويسة جدا جدا جدا. تمام ده بالنسبة لإيه لالجزء بتاعPERTES وازاي ان انا قدر آآ استخدم HEY الطريقة بتاعة الكلمات الطريقة بتاعة الكلمات وازاي اطلع الكلمات طويلة اطلعت الكلمات دي بتعرضbing نفسيا ايه تاني ممكن على استخدمه يعني ايه وتاني عشان ابتدي اطلع آآ倦 انا جبت الكلاينز عرفت ان الاندوستري بتتكلم في ايه? الاعلانات جبت منها. فابتدي ايه اصنف الكلام ده على ايه والله الناس هتدور الزي? والاسئلة اللي محتاجينة بتاعتها. طب انا محتاج اعرف مسلا بتاعت كلمة معينة. امتى معدل عليها السيرش بيبقى عالي? وامتى بيبقى معدل السيرش المخابر. عندك مسلا في جوجل من المواقع اللي بتجيب لك التوقيتات والاماكن بتاعت كل كلمة بحس. تعال كده نشوف مسلا. نشوف السيارات الياباني. تعال كده ناخد الكلمة اللي احنا حبتنا هنا. بالزبط. دعنا نبصوا انا كنت دور هي كتب السيارات اليابانية. وهي اصلا سيارات اليابانية. فمن الحياة المهمة جدا انت سيارة عالكيوردس ابتدي حاول تصنق الموضوع تاخد الكلام كمي زي ما هو هادي. ما تعودش تانيه. تمام? طيب هو هنا نشوف نشوفه. مسلا السيارات اليابانية في مصر. اخر اتناشر شهر معدل السيرش على ايه? طب انا والله مش محتاج اخر شهر اه محتاج من الفين واربعة. تمام? اه هيقول لي اكتر الايام. طب انا محتاج مسلا اخر اتناشر شهر. تمام? وفي اخر اتناشر شهر اشوف على مدار السنة معدل البحث هنا بيبقى ايه? والله هنا في شهر ميرس. تمام? اه عادي. في شهر امريل عادي. جينا في شهر مايو الدنيا نايمة خالص. دخلنا في شهر اه في نص مايو الدنيا بدأت نا. لو لاحزت هنا غالبا اه اه اخر الشهور. اخر الشهور واوائل شهر اربعة وفي اه شهر كم ده? شهر اه ستة في الضياع خالص. بفيش اي سيرش عن السيارات اليابانية. طب. تعال بقى نشوف اه وقت دين. ومعنى ازاك تفهم اه معدل السيرش في الاوقات بيكون عاملة زي ايه اللي بيكون موجود فيها. طب هنا مسلا تعال كده مسلا نشوف مسلا السيارات اه اليابانية مش عقوب كده هيكون في اه اه الصيني. تمام? شوف كده السيارات الصيني. معدل البحث عنها في الضياع الخاصة. تمام? معدل البحث عنها. طب تعال كده مسلا نشوف اه نشوف مسلا تعال كده نشوف دولة تانية. اه تعال نشوف مين مين? اه تعال كده. طبعا يعيش عايزين دولة عربية. تعال نشوف المغرب مسلا. طب خلينا خلينا انا مش عارف اوصل دولة عربية كويتين. الجزائر مثلا. ما فيش نتعال نتائج بالعربي بالضيوع. طب تعال كده ما بين مسلا تشوف ايه? اه محافظة معينة. تعال مسلا اليوبيين. لو انا اليوبيين. تمام? المهم ان هو هيجيب لك النتائج دايما ما بين اه اه دول وما هيجيب لك النتائج ما بين. طبعا بتفضل تشينج فيه الكلمات. سواء هنا الكلمات اه البحثية او الكلمات وتقدر تحط اكتر ايه ممكن. تعال فيه حاجة تانية اسمع. تراكر كيوردس. تمام? اه في تراكر كيوردس برضو بيجيب لك معتل البحث ومعتل الكلمات. وبيجيب لك كمان اه الوقت قدقي. طبعا هاي عوز يعمل لлагぜدل بالموان ان انت. تفهم الاولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالго السيارات اليامانية نعمل سيرش بيدور على الريزلتز هنا طبعا بيقول لي انت بحتاج سيرش من جوجل ولا من امزل ولا ايتيوب ولا ايه وطبعا بيقولك هنا الدولة نفسها تعال كده نشوف الدولة نشوف ايجيبت مصر ويهي مفروض ان يعمل سير تمام طيب تعال هنا نشوف ايه الكلمات دي والله يقول لك هنا الكلمات دي معدل البحث على مدار السنة قد ايه وكمان بتاعتها هتكون ايه تمام الكمبيتشن بتاعتها هتكون عاملة الزي او الكمبيتشن هتكون ايه بنزل طيب فمفروض ان احنا بنشتغل على الكيوردس نبتدي نطلعها على حسب ايه المصادر بتاعتها وين نبتدي نبنيها ايه في مجموعات على حسب كل واحد بيشتغل على الكيوردس المفروض الكيوردس بتاعتها تكون ماشية الزي طريقة الكيوردس تكون متقسمة بشكل واضح الكنسيب بتاع الناس اسئلة لو الناس بتسأل في احتياجات معينة ويه طيب خلينا كده نشوف القائمة نفسها بتاعت الكلمات لو انا المفروض هقسم الكلمات دي المفروض بقسمها في لازم ان احط الكلمات تكون في ايه في يعني ايه في يعني المفروض ان انا بعمل شيط كامل والشيط ده ببتدي احط فيه ايه الكلمات المفروض ان انا اعتمد عليها في تعال كده لو احنا مثلا بناعتمد على الكلمات فهنقول هنا الناس اللي بتدور على ميكانيكة تمام؟ تمام؟ تعال هنا هنشوف الناس اللي بتدور على معلومات تمام؟ تعال هنا هنشوف الناس اللي بتدور على آآ مثلا آآ قلنا ميكانيك كطع غيار تمام كطع غيار وابتدي اصنف الكلمات بتاعتي على حسب ايه كل كلمة بتروح فين بالزبط الناس بتدور على ايه لما الناس آآ آآ بتدور على حاجة المفروض الكلمات اللي بيدوروا عليها دي هتمشي معي ازاي هتمشي في انيت الجاه انا ببتدي انيتش ايه بالزبط طب ده هيفرق معي في ايه لو انا فاتح ويبسايت والويبسايت ده مسلا بيتكلم عن اكتر من حاجة مسلا مزايا مسلا آآ كارتو الامازون سوق جملة متاجر يعني ايه لو انا مسلا عندي في الويبسايت باعتمد عن اكتر من حاجة هنا هبتدي اصنفهم على حسب النيتش نفسه تمام هل الناس دي بقى بتدور على حاجة خالقية عددات آآ دعمات الناس بتدور علي وعلى حسب الشهر بتاعي ابتدي اصنف ده طب انا لو ببيع آآ حاجات مختلفة طب التوكلات ابتدي اصنف جوه التوكلات نفسها الناس اللي بتدور على توكلات آآ مثلا ليكيا الناس بتدور على توكلات مرسيدس نا بتدور على طب الناس اللي بتدور على العربية واتبيع طب البيع ده هيكون ايه البيع ده هيكون مثلا بي ام مرسيدس طب الناس اللي بتدور على المعلومات نوع المعلومات اللي بتدور عليها ايه يكون معلومات عن الاسعار معلومات عن الكواليتي معلومات عن الفرش معلومات عن الاسواب ومنازل القطع غيار مثلا ضارع قطع غيار هتدور ايه بالضبط. وابتدي اصنف الكلمات نفسها على حسب النيتش نفسه. وابتدي اشوف هل الناس بتدور على ميكانيكا? هل ميكانيكا دي محتاج ايه بالضبط? ميكانيكا كهرباء? في ناس بتدور على ميكانيكا مسلا آآ سامكاري. وابتدي اصنف الكلام ده كله عشان ابتدي اطلع من الكلمات او الريسورسز الاساسية بتاعتي. ابتدي اطلع منها تصنيفات مختلفة. ابتدي اطلع منها تصنيفات. كل تصنيف هيكون ايه? ده واحده. على حسب كل ايه التواصلات بتاعي. وابتدي اصنف الحاجات بتاعتي على حسب الكروبز. القائمة بتاعتي هتكون ايه الكروبز. لازمك اعمل الكيروز بتاعتي تكون في الكروبز. ما ينفعش الكروبز بتاعتي تكون اه ضايعة. ما فيهاش اي حاجة. التانية معايا ما فيهاش اي تفاصيل. والكلمات كلها داخلها بعضها. ده مش من الحاجات الكويسة. اللي فعلي وصف المهرة زي. طيب. بعد كده احنا خلاص صنفنا. تعال كده احنا احنا صنفنا الكلام ده. وحطينا جواه. حطينا جواه. كل شيء من دول. مجموعة من الكلمات. تعال كده مسلا. اه نشوف كده. ناخد الكلمات مسلا اللي احنا طلعها هنا. وناخد دول مسلا ايه? الناس اللي بتدور على البيع مسلا. تمام? ايه? الناس اللي بتدور على البيع. طب الناس اللي بتدور على البيع دي لو احنا عندنا بنقسمهم. هنقسمهم ليه? الناس الناس دي اه المفروض إن هي بتدور على السيارات اليابانية في اي دها ايه السيارات اليابانية اسمحة لهم اتباس bray يبتدي ما نقسم. طب السيارات اليابانية دي في منها جزئين. جوه كل جزء جوه كل جزء منهم كلمات وكلمات كلمات 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 لونج. فبتدي قسم مجموعة الكلمات. الكلمات ال 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 ايه السيارات اليابانية هو بدارة عاي سيارات يابانية. تمام؟ اين كانت السيارات اليابانية. سيارات اليابانية دي ممكن يكون بدارة على قطعة غير ليها بدارة على اي continuar ايه? الفطل الرواح سيارات اليابانية هو بدارة على كلمة. اه فخلص انا هقدرها وصلوا سبيسيفика. فبالطريقة دي بتبتدي بتبني بتاعتب poco بتبتدي ايه? بتبقى بتبقى بتعرف طبيعة الكلمات بتاعتك ماشية زي? والتفاصيل بتاعتك. علي هنا بس احاول اه اقول هملك بشكل ابسط تاني. انت دلوقتي طلعت ايه الكلمات? تمام? بعد ما طلعت الكلمات وشفت الكلمات دي من المنافسين بتبديد تطلع بعدها. نشوف ايه او نية البحث نفسها وتقسمها. تمام? بعد ما طلعت نية البحث بتبديد تقسم. بعد نية البحث تشوف الناس دي هل هي شخيالة اه بلونج ولا شورت? وقبل اللونج والشورت بتكون بتقسمهم فقات. تمام? فقات البحث نفسها. تمام? وبعد فقات البحث تقسمهم اللونج والشورت. تمام? وتشوف هل الناس دي بقى كده بالنسبة لك الناس دي هل بالنسبة لك التقسيمة دي هل هي هتفرق معاك بشكل كبير ولا? هل الناس دي هتبقى فاهمة او انا عندي مجموعة من الكلمات. مجموعة الكلمات دي قسمتها اه 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 فئات ومجموعات. تمام? وايه بعد ايه بعد الفئات مجموعات. تمام? الفئات البحث والمجموعات نفسها هتفقى عاملة ازاي? انا والله يمقسمهم عربيات ياباني عربيات اه هندي عربيات اه ان كان العربيات صيني. وبعد كده قسم من كل واحدة منهم ايه الكلمات بتاعتها. طب تعالك كده مسلا نشوف لو احنا هنطبق ده هنا. تعال كده. تعال هنا مسلا نقول ايه? السيارات. تمام? طب نية البحث هنا ايه? والله انا بدور على نية البحث هنا بدور على ايه? آآ شراء. سيارات ياباني. طيب. طيب. بعد سيارات يباني هنا فئة البحث ايه اصلا من المجموعات. والله ان الفئة دي اللي هشتغل عليها. الفئة دي اللي هشتغل عليها. مفترض ان بيع سيارات ياباني. طبعا. هنا بقى هذا لو هو بيدور على شورت. في الشورت هنا هيدور على ايه بالضبط? هيقول مسلا آآ شراب آآ سيارات. طبعا? ممكن يشتري ياباني صيني هندي ايه ان كان. لسه هي دي بقى ايه التأسيم? خلاص انت بدأت تفلتر. تبدأ هتأسمه ازاي بعد كده او ده هيفيدك في ايه? انت دلوقتي هيفيدك في الصفحات اللي انت بتأسمها. انا عند دلوقتي الناس اللي بتدور على سيارات ياباني هتخش على على السيارات اللي هي يابانية بس. خلاص انا انا عرفت ده هبديه ازاي? انا عرف ده هبديه ازاي. انا هنا هتأسم قصادها ايه? الصفحات. انا عارف ان انا قدامي صفحات مختلفة. كل صفحة منهم هبتدي اقسم فيها الرجل ده هيشتغل معي ازاي? او الرجل ده المفروض ان انا هتديره التفاصيل بتاعتهم ازاي. تمام? تعال كده. نقسم دي. شكرا 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 شكرا. معلنا. ماشي. المفروض ان انا خلاص انا صفحة السيارات فهبتدي احط كلمات السيارات. في صفحة السيارات الياباني هبتدي احط الناس اللي بتدور على صفحات السيارات الياباني. هبتدي في قسم السيارات الناس اللي بتدور على شرا في قسم الياباني هبتدي احط له كلمات اللي هي علاقة بشرا السيارات الياباني. هبتدي هنا حطله الكلمات اللونج وحطله ايه الكلمات تمام? وهتبقى لتقسيمة ماشية معاك كده. خلاص هتبتدي تطلع كل الكلمات وتبتدي تشوف معدل البحث بتاعها والفاليوم بتاعها والمنافسين بتاعهم اه ايه الكلمات اللي عندهم وتشوف الكلمات اللونج وتشوف الكلمات ويبتدي تقسم الاتنين مع بعض وتشوف التفاصيل بتاعتهم اه اه ماشي الزاي والفارق ما بين ده وما بين ده ومدى المنافسة عمل زي وتقدر تقيم ايه الكلام ده كله. طيب اه اخر جزء المفروض الناس اللي بتبتدي تشتغل على الكلمات دي. المفروض ايه ايه اللي يبين لي اللي يبين لي اه بتاعتي. يعني انا دلوقتي اشتغلت بالطريقة دي قلعت واحد دين 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 اربعة بالتسلسل اللي احنا حطونا دول. المفروض ايه اللي يبين لي اه ومدى المنافسة. انا دلوقتي لما دي ايجا اشتغل على اسيو. هل المشروع بتاع اسيو ده بسيط ولا تقيل. في تفاصيل كتير وهشتغل بشكل كبير جدا جدا. ولا هشتغل بشكل قليل. طيب. هل ده بيتحكم من ايه? بيتحكم من خلال المنافسة. انا الناس اللي هنفسها والكلمات اللي هنفس عليها. عالية ولا واطية. طب ده نفهمه لزي. قوة المنافسة نفسها. انا دلوقتي بنافس مع مواقع قليلة. فالمواقع القليلة دي بالنسبة لي هتبقى بسيطة. طب تعالى كده مسلا نعمل سيرش كده? احنا كنا بنعمل سيرش عن ايه? السيارات الياباني. تمام? او خلينا نعمل سيرش عن السيارات. تمام? في السيارات جاب لك هنا خمسمية وستة مليون tramway. في في خمسمية وستة مليون. طب هنا المنافسة عليها جدا. طب السيارات الياباني. كده نشوف النتيجة هتدينا ايه? والله السيارات الياباني او انواع السيارات الياباني نشوف هنا النتيجة هتظهر عندنا ايه? على كده. بص هنا الريزلت بدل ستة وخمسين بقت حداشر مليون. يعني في حوالي تسعة وتلاتين اربعين مليون طول. تمام? طيب هل مدى المنافسة بقى عملت زي? طب هنا السيارات الياباني بتاعتي اه 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 المفروض ان انا لو انا بقى هدخل في النفسة اكتر بقى. المفروض شراء سيارات ياباني. تمام? شراء سيارات ياباني ماشي شكرا. تمام? وصل معي الموضوع ايه? لستة مليون بس. احنا كنا بنتكلم في ستة وخمسين مليون. تلوقتي وصلنا لايه? لستة مليون وستة مية. فانتها المفروض هتبتدي في ويبسايت ينافذ على الكلام ده. نبتدي شوف الكلام ده اه اه رايح فين. يعني الكلام ده بتاعك رايح فين. او انت المفروض هتشتهر على الكلام ده لزي. تمام? طيب. اه اه تعال كده يعني يعني ممكن ايه ناخد اه اه نتكلم في الاسئلة شوية وبعد كده ايه اه نخش في حتة التولز كده. نشوف اه التولز اللي هتقدر تساعدنا في الكلام ده ايه? ايه التولز اللي هتبتدي تساعدنا في الكلام ده? عشان نبتدي نشتغل عليه. تمام? فدي طريقة الشغل بشكل عام. طب تعال كده نشوف نكمل بقيت الجزء ده عشان ما ننسلقوش اسم الدومين نفسه. لو انا دلوقتي حد عامل دومين والدومين ده باسم مسلا اه ياباني سيارات ياباني. تمام? فهنا لا ده حد واحد دومين تقيل جدا جدا جدا. عشان ده بيفرق دايما في سعر دومين عن دومين. بتلاقي سعر دومين عالي جدا جدا وسعر دومين قليل. اسم الدومين بيفرق بشكل كبير جدا. وكوة الدومين نفسها. حين كمان عدد عدد الصفحات. تمام? عدد الصفحات عاملة زي. تمام? عدد الصفحات بتاعت المنافسة ليا. المنافس بتاعت ده عنده عدد صفحات. انا ممكن اكون عدد صفحاته كتير. اه عنده اه ويب صفحات كبير. فبالتالي هنفسه في حاجات كتير. فالمنافسة هتبقى كبيرة. فانا باخد سبع تمن شهور عبل ما بتدي ايه? اسيطب بتاعي بشكل كامل. طب ايه تاني? الاعلانات. هل المجال ده فيه اعلانات كتير? طب ايه كل المجالات بقى فيها ايه? اعلانات. فهل دايما دايما بيكون فيه اعلانات كتير على المجال ده? ولا لأ? تمام? فبتبتلت ايه المنافسة هنا هتبقى قوية? وانا داخل اسي او بروجيكت كبير? ولا انا اه لأ انا البروجيكت ده اصلا اه عادي بسيط و الويب سايت اسي او هيبقى سهل بالنسبة لي وانفرش مشكلة. تمام? اه ايسينك يعني ان كل المشاريع اللي بنشتغل عليها كاسي او اه او على حد علمي او المشاريع اللي اشتغلنا عليها ومشاكل العام كلها ما بتقلش عن سبع تمن شهور. فما تقولش مسلا ان انا هعمل اسي او وابتدأ اشتغل عليه وتلاقي حد مسلا يقول لك انا شهرين وازبط لك بوب سايته. ده ايه كلام بتاعي. بالنسبة لي يعني على مستوى الشغل بتاعي اياني او الشغل اللي احنا اشتغلناه. تمام? طيب. تاخده نشوف. ناخد كده الاسئلة نشوف لو في حد عنده سؤال اه او نديسكوص بقى الكلام اللي اتقال ده حد عنده اضافة ممكن انا في حاجة مضفتهاش. اه حد عنده اي حاجة محتاجة ان هو يسأل عنها. انا فتحت المايك او المايكات المفروضة ليه مفضوحة. او في كمان اسئلة في الشيء التالي بان الشيء مجينا فيه احنا كتير. هيا كده نجيب من الاول. اه كلمات بحس المفروضة بوصل لها ازاي بالنصف تدي احنا قلناها ولو فيها سؤال تاني ماشي. اه طريقة اصلاح شيء معين او قطع غيار او احفاظ على شيء معين او اكسسوارات. دي برضو اضافة في الا في الا في الكلامات السيرج قياسة. افهم من كده ان دي الطريقة اللي بفكر ايه انا مش فاهمي اميرة معلش. اميرة لو موجودة اآتيو اه توضح لي افهم من كده ان ده الطريقة اللي بفكر بتاعتي اللي بفكر فيها علشان اجهز بتاعتي اللي هشتغل عليه بس هي الطريقة اللي احنا اشتغلها بيها ايه هي دي الطريقة المفروض اه المفروض ان احنا بنشتغل عليها تمام ايه دي الطريقة اللي بشغل عليها عشان طلع ونفهم نية الايه البحث ايه بتاعت عملها ايه تمام طيب اه بستخدم كلمات اللي بتكون فيها خطوطة عريضة اكيد كنت بتتكلمي عن عن جوجل تريند تمام اه ممكن حالك تكتب لنا معاقل كي تمام اميرة هكتبها لكم طيب قبل ما اكتب ايه اللي تقول زي حالك اه لو حالك عنده سؤال اه اوكي. نا ما عايت. ناكي يا موني انا سؤال تعرف. مزايا. مزايا. مزايا حمد لله. اه. يش باية اسئلة مسؤول واحدة. ايه ماشي. ماشي. اه لو عايزة في بنسبة لو انا عايزة اعرف اه التريند اللي هو تجمو ده في الوقت الحالي. مش رص ان انا احدد. سديب عرفها ازاي? ممكن بشوف الترند اللي تابع للسرعة عرف ساعة ودي هاجبها لك في التولز هنا دلوقتي مش شاركة خطوص معه انا لو عايز اعرف مسلا ان هالذا الترند الموجود مسلا اليوم ده النهاردة لا ده ممكن تويتر او اي ويبسايت تابع للترندز هتلاقي ويبسايت كتير جدا وممكن دي تابعي تويتر نفسه بيطلع لك الترندز بشكل جميع وفيه طولز كتير للترندز يعني انت لو كتبت بس ترندز على جوجل جوجل نفسه يطلع لك الترندز نفسها ممكن تويتر ترندز ممكن ايه؟ تويتر ترندز او برضو ده كويس يعني طيب موجود ان انا باخد الكلمات اللي هي بحثها عالي من نفسها اقل اه على قد ما بقدر لو انا في اول المنافسة لازم انا اخد اكتر كلمة اا اقدر ارانك بيها وتكون جوا الاندستري والحاجة اللي انا بقدمها وفي نفس الوقت المنافسة بتاعتها قليلة والناس بتسيرش عامل اوكي حضرتك في الديوهات بتاعتك اللي على الـ كنت اقيل ان اا باخد اا لو البيت معروفة والاندستري بانت او كده باخد الكلمات اللي انا بقدمها بنسبة 30% بنسبة 30% علشان اكسب ده على مدل طويلي ما زيدش عن 30% لو انا في الاول لو انا ببتدي في الاول لازم انا اخد معظم الكلمات او كلها لو انا لو انا بنافس على المدل طويل قدام فانا لازم اخد برضو كلمات معي في الـ علشان بعد سنة سنتين علي نفسي لا بدأت تدخس النفسي على الكلمة دي فاهمه قصدي فهو الموضوع واخد بشكل عام لازم انا اخد الكلمات اللي لو عشان اقدر انافس بيها وعلى المدل طويل لو انا بنافس على المدل طويل انا مش محتاجة اصهار في الاسيو دلوقتي انا لسه قدامي كتير جدا فلا عادي باخد الكلمات الـ بس في نفس الوقت تبقى زي ما انا كنت لسه بقول لك لو انا خدت الـ هاعمل في احساب ان انا مش هوصل في شهرين 3-4 تمام انا لسه قدامي سنين فاهمه وفي نفس الوقت لا انا باستخدم الـ بس لو انا في الاول زي ما لسه بقول لك لازم انا استخدم اللو بشكل كبير زي ما كنت بقول قبل كده الـ تمام والموضوع برضو استراتيزيات ممكن في ناس تكون تقول لك انا هاخد الكلمات اللي هوي مش اشتغل عليها ومش عايز اظهر دلوقتي انا هبتدى اشتغل عليهم بصقاة لحد دم اظهر بالكلمات دي تمام خلاص هو اخد الـ ممكن احد تاني يقول لك انا مش هاخد كلمات هاي اصلا انا هاخد اللو كلهم وابتدى اطلع بهم عشان انا اللفوز بالكلمات دي وبعنا الـ هاي فيها طالما؟ حتى لو الموقع عليه ريت كويس حتى اين؟ حتى لو الموقع عليه ريت كويس حتى لو الموقع عليه ريت كويس لان انتي لو هو التاني الـ بتاعه مش كويس مش هيقدر يظهر الا بقى لو هو واخد هاي ومعدل السرش قليا يعني هو واخد هاي هو النتيجة بتاعته هاي بس هو المعدل السرش قليا جدا من زيره مسلا لعشان احنا مسلا اعملنا كده تمام? اطلع فوق تمام عملت ايه مش فيه دلوقتي لا اعملتش حاجة انا بس ما لغي لدي لا انا انا بس دست هنا كده ااصدي اا انا بس شلت المرة مش اختر تعالي كده نشوف مثلا هو هنا من 10% لو هو هنا مثلا من zero لعشرة والمنافسة هاي فأوريدي اصلا هاي يعني هو اصلا المنافسة اصلا الناس بيتصيرش قليلين جدا فاهمه ودي تبقى بتظهر بشكل ناديد بسيه هنا مثلا الناس دي لأ الناس دي اوريدي كويسة اشتغل على الكلمات دي خلاص اشتغل على الكلمات دي والكلام بتكون لكل بيتش باشتغل عليها يعني انا ممكن احط الكلمات لكل بيتش مش مش هحط مجموع كلمات خمس ست كلمات لو الويب سايت كبير ماينفعش استخدم له اربع خمس ست كلمات ممكن يكون فيه ويب سايت فيه اربع خمس صفحات وكلهم شبه بعض في نفس البرودكتس باعتمد ان انا هرنك على خمس ست كلمات دول الويب سايت كله عشر كلمات او خمس ست كلمات باخد مجموع كلمات وبتتشتغل. بعد الاختبار وبعد كل حاجة في نهاية. اه. بس طبعا لو الويبسايت خلي بالك عشان الموضوع زي ما قلت لك معتمد استراتيجيات لو الويبسايت صغير اربع خمس صفحات. الويبسايت صغير اربع خمس صفحات. فآه انا ممكن اخد الكم ده من الكلمات وبتتشتغل عليه وخلاص. تمام? عشان كده بقولك نقيس الاول الويبسايت عامل ايه? قوته عامل ازاي? منافسين عامليني ازاي? فبتدي انا لسز الدنيا. عشان ابتدي اعرف حاجم المسلوعة بالنسبة لي عامل ازاي كاسي ايو. ايه الصمت ده? لأ تمام اوكي. طيب في حاجة انا بعتها لك على الاميل وحضرتك اتمردتش عليها فانا همحتاج ان انا عفهمها. ماشي اوكي حاضر. الكلمات الرائفية لكبار المسؤولين الاقتصادين. ايه المقصود ديها لأ ده دي 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 ترجمة جوجل لكلمة اي سي او. لو دخلت على لاني كزا حدت على فكرة سألني جافس السؤال ده. وانا عامل سيرش على الموضوع ده عشان انا بعتقدت ايه? انا مش فاهم الكهنة يعني مش انتي بس لسألت. كزا حد. فلما عامل سيرش على الموضوع فهمت ان دي ترجمة جوجل لكلمة اي سي او. لو خدت كلمة اي سي او وترجمتها او ايه سيرش كتير على فكرة على الموضوع دي حشان لفها. وفي الاخر وفهمت القصة دي ايه. بس يعني ناس كتير اه اه دخلت. انها بتبقى دايما في مشاريع الاسي او على موقع دايما بتبقى مطلوبة. بيبتقى نحددها الكلاينت نحددها. انها هو يبقى. يبقى هو الكلاينت دخل عامل ايه بقى? يبقى الكلاينت بيخدش الترجمة الكبر ويروح حطة الكريمية هي ويروح حطة مش عاير بصراحة. دي ترجمتها انا انا امات سوريش عامل ايه بقى ان دي ترجمتها بالنسبة بالنسبة لجوجل تمام? اه بس فمش مش يعني دي معاناها في الاخر ليس كادر كده. فما تشغليش دماء. في نفس الوقت لشان كده بيتحبش ان ترانسليات كل حاجة في حاجة كده بيتعمل لها اه بيتعمل لا بتبقى في الضياعة ايه. بتوضينا في حياتها مش حالوة ايه. طيب امت اشتغل الكنيكل? امت اشتغل ايه? ايه? الكنيكل على المواقع. امت اشتغلها? وامت قويه هعملها انا ولا الويت بلوور? امت اشتغل تكنيكل اصدق? انا مش فاهم. ممكن تبعطيه ماسجي انا شو خباني معلش? امت اشتغل ايه? سلام عليكم. عليكم سلام عليكم. معلش بس اخر سؤال حسنا اسمحك? طيب اتفضل امت اعمل للكونتنت? لأ ده مش امت انا ما عملهاش. الا لو هعملها لو انا مزموقة فيها جدا وعنتي مثلا كزا شبها بعض ما عملش ارشفة للدوبلي كيت. اعمل الويب سايت لصفحة واحدة بس مباية الصفحات ما عملاش ارشفة. عشان ما تقريش ان انا با دوبلي كيت كونتنت. بس دلوقتي انا عندي دوبلي كيت كونتنت. حل? تمام? ام. طب الدوبلي كيت ده انا هعمله ليه اصلا? يعني انا ليه هاخد نفس الكونتنت احطه في الويب سايت اكتر من مرة. هتفرق معي ايه? عشان اعلن الويب سايت? ولا انت هعمل دوبلي كيت ليه? علشان اه ان انا اجيب اه اجيب لها اجيب لها زوار. اجيب لها زوار? كده مش هيجي زوار. يعني انت كده بتخليه ما يجيبش زوار. لان جوجل لما يلاقي دوبلي كيت مش هيوضعك مش هيدينك اصلا. الا لو. الا لو. انا بروح لجوجل وبقول له يا جوجل. انا دلوقتي عندي مواقع حطاها في الارشيف عندك عشان اللي يدور على ايدي الارشيف. حال? عشان اظهر. تمام? ده ده جزء فيكنيكا. انا روش ده عبر الكيوردز. فانما ما ادلوش كل الصفحات دي ادلو صفحة واحدة بس. ويعمل لها لارشفة. وبقيت الصفحات عشان هي مش بارشفة مش هتظهر. فموضوع ده كان زماني. بالوقتي اه مفيش الكرام معي. مش حاجة كويسة خالص يعني. الا بقى لو انا مضطر ان انا عندي منتج آآ يعني مالوش يعني منتج عقيم مالوش اي اي حاجة غير ان هو نفس وباختلافات بسيطة. ومش عارفة يعني خلاص مالوش اي فبنضطر ان احنا ما نعملش اندكس للمنتج ده فهمها? اي ابن عمد لما بعمل السيد نبت تعمل في طبيعي كل الصفحات. لا انا ممكن اعمل صفحات معينة ومعملش الصفحات تاني. في صفحات تاني ممكن معاملها ايش. معاملش اندكس لصفحات تاني. كمانش فائك. تمامي آآ. كان في حد هيسأل الوقتي وفي محمد عيد. مخر حد تاني توضح تاني بدي تكلمات دي فين تحديدا في الويبسايت. الكلمات دي بتكتب جول ديسكريبشن. جول الوصف بتاع الـ content بتاع الـ website وبتتكتب جوه SEO بتاع الـ website يعني جوه الـ website في حاجة اسمها الـ dashboard المدخل بتاع الـ website من جوه زي ما بتكون بسألة انت عندك محل تمام؟ وعمل دي ماترينا انت بتخطش من المحل من جوه تخط الحيات من ماترينا هي نفس الفكرة انت عندك كيورت اسمها المحتوى المكتوب ده يعني المحتوى المكتوب فيه الموقع السيارات اللي كنا فالحينا السلام عليكم عليكم السلام معلش الناس ربها تزغل حضرتك كم وقاطعة لا لا ولا اهمك ثانية اكمل دي وخليكي معايا طيب تفاضل هو انا سؤالي بس هو مرتبط اصلا بالجزء اللي بتتسايل حاليا يعني حضرتك عوز اعرف يعني انا هشتغل ازاي اصلا في الوب سايت وخصوصا لورد بريس يعني تمامي حاضر هقول لحضرتك فانا يا محمد لما باجي اشتغل الكلمات دي كلها الكلمات يعني الديسكريبشن اللي جواه الوب سايت ده كله كلام ده بابتدي اجيب الكلمات وحطها جواه بما يتماشى مع سياق الكلام وفي نفس الوقت بحطه في الوب سايت من جوا علشان يظهر في الاسيون بس تمام ماشي اللي كان يعني اسألي انا معاك مين كان بيسألي ايو ايو انسألي فانا انا بسأل يعني ازاي انا اشتغل السايف في اوب سايت وورد بريس انا ازاي حضرتك اشتغل السايف في اوب سايت وورد بريس ده جزيلا انا عايز اعرفها يعني انا اساسا جديدة خالص يعني و لسا يعني ببدأ من السفر فعايز افهم الدنيا طيب بصي اقولك على حاجة الورد بريس والبي اتش اي بي واي حاجة يعني اي حاجة زي الورد بريس كلها اا نفس الشغل ما فيش اي فرق لكن بتختلف شوية في حتة الديفوليبور حتة بتاع البرمجة البرمجة ايه بالزبط فكلهم زي بعض تمام فرق بس حاجات بسيطة كتكنيكا يعني ان الورد بريس بيبقى حاجاته جاهزة بيشتغلها يعني جاهزة اي فاندي بجيب السيم جاهز حضرتك وسط طب في الداشبورد وبشتغل عليه تمام ما انا عاوز اعرف يعني انا بالنسبة للسايو هل هو المفروض هيكون السيم نفسه يعني اللي هيكون مزود بالشوء السايو ولا مثلا انا بعد كده هسلمه حد يعني باك اند هو المفروض هشتغل السايو كده لا اولا باك اند مش هشتغل سايو المتخصص ده الاسيو بس انا عشان بشتغل بس عشان انا بشتغل في الاسيو فيه بغض النظر بقى سيبك بقى هو wordpress ولا ايه بالزبط ان كان احنا عندنا ثلاث حاجات نشتغلهم في الاسيو حاجة اسماعها التكنيكا الاسيو الليistics اللي هالجوه اللي هي اللينكات والروابط والحاجات دي حاجة التانية اسماها own page ال description او الكلام اللي مكتوب جوه الكلام اللي جوه الويبسايت كله اي كلام موجود جوه الويبسايت والسور 문제 وال lone page اللي هو انا بربط الويبسايت ده الويبسايت تاني يعني بربطهم بالوعد باخد اللينك بتاع الويب سايت ده احطه في الويب سايت ده بس فأي ويب سايت اشتغالي هتشتغل التلات حاجات دول بس طيب هل حضرتك فيه مسلا كورس او حاجة معينة ممكن افهم من خلال هالدنيا دي اعرف يعني او ممكن طيب قريت لو حضرتك يعني ترشح لكورس معين مسلا طيب انا بصي اقولك على حقيقي هبعط لك الميل برضو زي ما احنا بنبعط كل مرة او ممكن من خلاله وباع نزبط الكزص دي تمام شكرا خالص خالص بحضرتك نوفيك شكرا نوفيك تمام ممكن او ممكن او كان فيه موقع حيط وضحتيني بتكتب فين او انا خلاص كلام تمام مونة مش عارف بعت الكلام تقريبا بالانجليزي انا مش خاهم ايهو او ده كلام عربي وقلب منها طيب او خلينها او معلش انا كنت قصدي اقول لها انها تدخل على اليوتيوب وتشوفوا ديها الخبرتك بس او ما كنتش بان الكيبورد او انجليزي ما فيهش مشكلة ما فيهش مشكلة ممكن نكمل اسئلة اه ماشي طب ناخد التولزي ونكمل اسئلة ماشي طيب بالنسبة للكيوردز لو انا عايز اعرف برضو الكيوردز الافضل بالنسبة لجوجل او يوتيوب او بينج او او امازل او هاي حاجة بكتب هنا الكيوردز برضو ويبتدي يقول لي هنا في الكيوردز التفاصيل بتاعت الكيوردز دي ايه والحاجات بتاعتها ممكن تمشي لزاي الفاليوم بتاعها والكمبيتشن بتاعتها والكلام ده كله ويطلع على الريزولت ويبتيني فيلتر ساجيست لو انا عايز اعمل فيلتر لحاجة ولو فيه كلمات عايز اشيرها مش عايزة تبقى موجودة والكلام ده كله تمام؟ طبعا ما بيدي نتائج اولية بس انا تقريبا استخدمتو كتير فتمام؟ وحطة الكويتشن السيارات اقل من 1300 سي سي السيارات العاب تمام؟ كلام ده كله فهو بيديني ايه الاسئلة اللي بالنسبة تسألها في الكيوردز دي او الكلمات دي تمام؟ طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا نستخدمه مثلا في سي و بوس ده برضو من الكيوردز او الكلمات اللي بتساعدني او الحاجات اللي بتساعدني بيبتدي يديني بيبتدي يديني تفاصيل عن الكلمات ممكن مثلا انا هعمل سيرش عن كلمة مثلا ماركتينج فيبتدي يقولي برضو التفاصيل الفيديو مثلا ماركتينج فيقولي والله حاجر الانكشمت عن الكلمة دي كسوشيال ميديا عاملة زي والتوتل في كل والتفاصيل بتاعتها ويبيقولي كمان الكلمات لانا ممكن استخدمها ايه تمام؟ طيب اه مسلا فيه تونس تانية مختلفة او انا بكتب مثلا كيوردز ويبيقولي والله نعمل ايه اشيط بالكيوردز ويبتدي يعمل عنها اه ريزلت ويقولي والله ايه الكلمات اللي ممكن انت اطلعها والله ويقولي والله الكلمات ويبتدي جينيريت الكلمات اللي ممكن انا ابتدي اشتغل عليها تمام؟ الكلمات اللي ممكن اشتغل عليها ويضفت لي في كلمات مختلفة على حسب الايه الدولة وطبعا مختار ايه اللغة تمام؟ طبعا اه وورد تراكر برضو من الحاجات الكويسة جدا وفيه اكتر برضو من تونس تانية بس حقيقة مثلا القايمة هنا فيها حاجة كتير فانا اه ببتدي اشتغلكوا الحاجات المهمة يعني دس دي اغلب الحاجات المهمة في الجزء بتاع الكيوردز تمام؟ يعني دي اكتر الحاجات المهمة اللي مستخدمها في الجزء بتاع الكيوردز طبعا الكيوردز افريوير من الحاجات الكويسة جدا جدا بيتستخدمها في الكيوردز وكمان جوجل بنار بيعمل كل كده ده في الكيوردز سورفور برضو مهم جدا جدا وهيفري معنا بشكل كده تمام؟ طيب اه اي تاني ممكن نستخدمه لو احنا مسلا عندنا في السيرش اه بندور على السيارات على كده مسلا نشوف لو انا بدور على السيارات في السيرش المفروض هيجيب لي ايه بالزبط اه في كيوردز افريوير زي ما احنا كنا عيسا بنقول بيجيب تفاصيل كتير تمام؟ من خلال اكستنشن اه ممكن من هنا ويجي على مور تولز وادوس اكستنشنز تمام؟ وفي الاكستنشنز دي ادوس على اكستنشنز وانزل هنا اوبن اكستنشنز وهيضيف لي كلمات كتير اه هيضيف لي ايه اه تولز كتير لما انا كتبت مسلا كيوردز تمام؟ فيه هيجيب لي حاجات كتير جدا جدا دي طبعا كيوردز افريوير تمام؟ هيجيب لي حاجات كتير جدا وبرسجست من الحاجات المهمة جدا جدا شكرا استعمال وامد هو قد اضعون لدي اoduوف عندي وبرسجست من الحاجات الكتير جدا اللي هتساعدك كان فيها حد يسأل حاجة مين كان يسأل? قتمونا تقريبا? اه. 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 اول حاجة في انا اشغال عليه اه من دوانة شعة. هي بحضتها عمل واحدة وستبيتها بقى لفترة هي رجع عايزة تشتغل عليها. فالمجال ده انا بحث في كتير ان انا لقي الورد او نسبة البحث عليه وكتب كده. بيبقى حافظ يبحث باسم الشعر ناشو او باسم الكتب بتاعه. مم. بس انا مش عارفة ادوني بايع معي في الورصة ايضا. اه يعني هو الناس اللي بتصيرش كلها بتصيرش باسم الكتب يعني? اه باسم الكتب بتاعتها يعني بالنسبة اي واحدة في الشعر يعني. باسمه اه هو الشعر نفسه او باسم الكتب بتاعته. اه. فانا الدنيا بايع معي. بص في الحالة دي بنبتد نقسم الناس نفسها ونبتد نقسم بتاعتهم. الناس بتدار دلوقتي انت بتداري في الناس اللي ايه بتدار على طب حاولي اقسمي. انا دلوقتي لو حد اه هكتب شعر او حد مين الناس اللي ممكن تكون مهتمة بالشعر وبتدي اقسم البرسونس بتاعيها. مين الناس اللي هتكون بالشعر وبتدي اقسمي وطلع منهم يعني ابتدي شوفي مين الناس اللي اللي بتصيرش بالشعر نفسه. مش شعر اه انجلش. نفسك البحث اه برضو مصر بتبقى اوفر يعني نفسها بالنسباري العالمية. يعني نفسك دور على انت عايزة تقصلي. الشعر هي بتكتبه انجلش. مش عارفة. اه طب يعني هي بتدار طب سانية لأ سانية كده في ايرو الخاصة. سانية. يعني هي عايزة ناس اه تكون مهتمية بالشعر بالانجلش. اه. طب الناس دي في اني دولة. والله هي مصرية بس عايزة اه توصل لأسرة من كده. هي اه اه انا دورت تلاقيت ان كل اللي بيكتب اه او مع ظهوم اه ستتحكم دونات في البوك. مش بالسائل. ثانية واحدة بس انا 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 هي دلوقتي محتاجة بقى نركع كده خطوة اصلا قبل الكيوردس وقبل الكلام ده نشوف اصلا انتركتها مين الناس المهتمية باللي هي بتعملها ده. اتركتها اي حاجة هي دونها ضيعة معها. لأ امور انت بقى اه يعني اه ما تخشش معاه في قصة كيوردس دلوقتي. انت تخش معاه دلوقتي في نفسهم مين. دلوقتي بكتب شعر بالانجلش. طيب ممكن اشوف الناس اللي انترستد بالانجلش. وازاي اخدم الشعر عليهم. يعني الفادة تبقى ضايرة. استاذنا نكون مهتم بالشعر ضايرة. انا ممكن اهتم بالانجلش. فالانجلش ده اه الشعر يخدم علي فيه فهمة? انا جيت اه اذب عالمي. اللي هم من من هوات قرية الكتب. اه ده اي لغة. بكل اللغات واخدت منها انجلش. والمهتمين باللغة الانجليزي. والآ. وده كترة آآ جامعات. اللي هم يخلعها من الساقاتة. آآ طلبة طلبة آآ. حاليا انا تقول ايه تقول ايها درستها انجلش. آآ معظم بيكدوا. لا على فكرة انا لو انا طالب وبالانجلش انا عليه إلا يخلينا تكر شعر انجلش واصلا. انا وقرأ شعر انجلش واصلا. يعني هنا ايه اللي خلينا عمي الشيطة في نفسنا. يعني بسوفهم ان هم بيتموا بالاغل انجلش افلام انجلش. قلت ممكن يعني. ايه. ايه. مش عايير بسرعة موضوع محتاج ادراسه اكتر. اعمل. انا بخدم مين اصلا. يعني انا مين الناس اللي انا بخدم عليها. يعني موضوع محتاج ناظرة بيزنس اكتر من انه ناظرة. آآ. كيورز. اه. يعني الموضوع محتاج مظري ببزنس اكتر. اصلا. اصلا. انا مستقالي. يعني انا مستقالي حضرتك هي محتاجة توصل مش للطلبة هي محتاجة توصل لفئة اللي هما المثقفين يعني. ماشي برضو فين هنا الدافع عندي ان انا كواحد مثقف ان انا اهتم بالشعر الانجلش. ده سؤال انا معرفش اجابك بسأله. يعني على اساس ان انا بشوف يعني في ناس كتير مثلا بتحب الادب الانجليزي طبيعي. حلو جميل. هي مدعات الكتب بتاعتها. آآ الكتاب هي منزلة كتاب حاليا بيعرض مرض الكتاب. ولو لينك على امازون. وهو مدعات بتاعتها معظمها تسمي دكاترة الجامعات. طيب ناشي كده بدأنا نوصل. طب دكاترة الجامعات بقى تقدر تتمع تجمع آآ 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 دون وتبتدي تفهمهم. تفهم الناس دي طبيعتها عاملها الزاي ومع لزالك. يعني محتاجة في غير تفهم طبيعية الاودينس بشكل دويل عشان تبتدي آآ تشوف التفاصيل بتاع. بتاعت الناس دي عاملها الزاي يعني الناس دي آآ تفاصيلها ايه. وتبديت تشوف الناس دي. يعني بقلت ان انا هعمل زيب بطر. اه طبعا. لازم تكون تفاهي طبيعيات الاودينس بتاع بتدوين عاملين الزاي. طب الحالة دي وانا هي هي الأظهارها وبأي جهزة؟ أنا كده هحتاج كيورد من وضيفه في الواتسايف ولا هاخد على اساس الـ أنت ما تتركزيش مع سوني يعني ما تتركزيش مع مع الكلام ده دلوقتي أنا لما يحتاجك تركزي مع البيزنس نفسه أصلا إحنا أحيانا في مشاريع ما بنشتغلهاش بسبب أن هي محتاجة زباة البيزنس بتاعها لقيه بجاني أو دلوقتي يعني معدلت سيرش أصلا عن الموضوع في الضياعة يعني يعني هم بيحبوا قرية الكتب بيحبوا الحاجة اللي هي تبقى وانت ليه مشاريع الكمناء كده يا مميش شاعة؟ شعرها هي فيه كده ماشي هو عموما بصي فيه ناس بتسيرش على الكتب دي أصلا تمام؟ شكل كويس من المية للألف والمنافس عليها ميديم فدي حاجة كويسة تعاليه مسلا مشوفي البرندات شوفي البرندات دي في مصر بتنفس في نفس الموضوع فشوفي الويب سايتز دي بتقول ايه؟ يعني شوفي الويب سايتز دي بتاعت ايه بتعمل ايه؟ التفاصيل بتاعتهم ايه؟ حاولي حاولي تسيرشي اصلا عن الموضوع بشكل اكبر ايه؟ طيبا دول نفس الكصة بتاعتك يعني كويس يعني مش وحش والمنافس عليه مش ليه ليه قابلة للمرسم وفيه بلندات كتير بتشتغل عليه بصي ايه في مصر موضوع ممكن لكم صعب شوي ايه شوفي انا خلية الموضوع ايه ونفسه في مصر عالمية او او فده ده 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 ويب سايت تقيل في الموضوع ده فحا ممكن بقى اخذ الويب سايت ونشوف كده الويب سايت ده بيقولي واني بيتشوف ايه كلمات اللي بيستخدمها وهو اصلا فعني دولة والتفاصيل بتاعه ايه بصي اصلا توي في ستوري اصلا واخدتها اعلى ريب يعني فاشوف ايه علاقة التويز بيقول فعالموضوع محتاجة يعني انت تفهم البيزنس اكتر والاوتزينس اكتر وتبتهي تحلل الموضوع اكتر بكتير يعني لو انا احضرتك بيقولين احنا ممكن ناخد المعمولة وناخدها بديل العاصلي. ونعمل فيها ونشتغل على اثنين واثنين. لأ هو اه. انتي ممكن تكفيه ده في الديئة كان بالزبط وعشان افهم اكتر انا كنت تقول لي لاني انا مش فاهم. وبعدها كنت بتقول قلت تونس وبعد كده كنتي اسئلة بطريبا ان اكتر طب ايب معتلي اللينك وانا افهم ده انا اكيد اعطيك الموضوع ليه سيوك. فافهم سيوك الموضوع ايه. يعني انا معتاج. افهم سيوك الموضوع. عشان ما قدر اقولك انا كنت تقول لي بالزبط هو هنا اقصد ايه. هو انت كنت بتتكلم على كتيجري ملابس. تمام. كنت تتوبة لو انا عايز اضيف كتيجري ده. اه على صفحة ملابس اه صفحة ملابس بنات. فبنزله على طفحة كتيجري تاني. وبعطيها مثلا ملابس في كذا في سن كذا. والله انا مش مش فاهم. اه مش فاهم فعليا والله انا معاليش سلاسة. بس فاعليا انا مش فاهم. ليش يا عبتلك الليك بتاك. اه 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 ايه. خلاص مرش. اه اه اوكي. في كان سؤال برضو على الايميل يريدت ترد علي بيوم. حاضر. حاضر والله بس انا فاكر ان موضوع الايميل ده محتاج شرح كتير. لا ده اللي قبل حاجة كتيرة اه. والله يا مونة انا حطيتك في لبن لوحدك عشان ما ايه الميل بدأت اه انا ما تريد عيشي. اه كان مفروض ان انا ضمن المينتر في شهر كبراير. اه اه بس ايه ايه لسه لسه فيها مش معيني موضوع مخصر. والله يعني انا مش اتجري انا عصر الله وان يحدث بها لذلك امور. لا لا ما تريش. ان شاء الله خي. بطريب. اوكي. بكرا امو معرفش ان اصعر ازايك بتاعي لا لا ولا ايه حاجة ايه حاجة. ما فيش ايه مشكلة. هلينا يعني كده كده يمني. نا بنستغل اليوم لكم معده. بالمناسبة فكرتيني يوم خمسة وعشرين احنا اوفلايه. مش عارف الناس هنا رأيها. انا انت هتساكل. والله فهنا انا بحاول بس انا انا بحاول فهنا ان احنا نساكل بسواء اه موضوعا بياخد اجراءات ولسه. فان شاء الله خيرين. بسواء يوم خمسة وعشرين ايجا اوفلايه ان شاء الله. لو تسجيل كده وكده. اولا سجيل موبايل ريكورد حد. اه مفيش مجيزة يعني اي حاجة بس اه نبقى مضبطين للدنيا للدنيا مش معنا كويس كده مع زمايينه. تمام حاضر. خلاص. خلاص باسن الله خير. اه ان شاء الله نشوف كل الجمعة الجاية. وندخل في الواجهة تانية. وان شاء الله بيكف ده كل جمعة على خير. وهي. ده اه. بالزاكة يا محمد. اه. اه. الفرق ما بين والس اي او والس اي اي ايه. الفرق ما بين ال اس اي او والس اي ا ام. هنا ده بلاعلانات. وده والاس اي او ده الاور خيرة. بس ده الفرق ولا اي حاجة تانيك. بس اه. بس اه ده الاعلانات وده لس اي او ده المدفوع وده اللي مش مدفوع بس. ولا اتلوطش نفسك. كمين خلاص أشوف كنتوا الله الجمعة الجاية ويا رب دايما كنتوا نتقبل على خير وتصبح على خير